طيب في البداية يالله استراتيجي باترنا على نفس مثال البطة بس في C++ فانا في الاول طبعا انا مختبئين او صح ان انا اعمل هدر فايلز و سي بي بي فايلز و اعمل كود نضيف كده بس انا حكتب الكود كله في نفس الفايل بالتسهيل شوية بس طبعا ده مش انضب حاجة ممكن تحصل انا هانكلود الاي او سترين ماشي و هكده عايز بارده انكلود الاسترين لان انا استخدم شوية سترينز ايضا عندي في الكود عشان الاسم حاجة زي كده عايز ايوزين نيمس بيس استي دي طيب بقى كده نعرف بقى الحاجات بتاعتنا طب اول حاجة ممكن نعرف كلاس البطة فا ممكن نعرف كلاس بطة كده و افتح الاقلاس و اقفلها الكلاس ده هيكون جواه حتة برايبت برايبت سكشن وي بروتكتد سكشن زي ما حصل في الجافا وي بابليك سكشن طيب في البرايبت سكشن انا عايز كل بطة يكون لها اي دي بتاعها وعايز كل بطة يكون لها برضو نيم بتاعها وكمان عايز الكاونتر اللي هو كان ستاتيك كاونتر في الجافا فانا عايز ستاتيك انت كاونتر ايكوالز زيرو مشكلة في السي بلاس بلاس ان حاجزك كده ما تنفعش انك تانشيلايز ستاتيك بشكل ده مش هيسمح بيه سي بلاس بلات هيقولك لازم يكون كونستانت وانا مش عايزه كونستانت مش كده فبالتالي رغم ان ده كان نافع في الجافا مش نافع هنا عشان ينفع في سي بلاس بلاس محتاج اعرفه كده واجي برا الكلاس خالص اعمل انت وعدين قوم اي البطة كاونتر ايكوالز زيرو عادة لو انت كاتب كود نضيف يعني بتكتب الكلاس ده الجزء ده بتكتبه هتكتبه في دوت اتش فايل وتعرف او تانشيلايز بتاعك في سي بي بي فايل بس ما علينا يعني انا مش بشرح سي بلاس 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 انا مش بشرح سي بلاس 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 ماشي طيب فلوم انا كده انشيلا زيت الكاونتر بزيرو بعد كده عايز اعمل الكنستركتور بتاعي فانا جوه البطة هعمل كونستركتور البطة كده وي بقوة الكنستركتور ده هقول this.id equals counter بلاس 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 باش بعمل بعمل ال pointer notation دي فى this.id او this.id equals counter بلاس 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 وكده عايز اعمل حوار الاسم فى this name في الجوة انا كنت بقول ايه تقولت مثلا بطة هاش وبعد ينح تعمل plus رح تقاطل this id ب Joan- بلاس بلاس الان الموضوع مش ينفع كده لازم اعمل type costing فى integral هو مش يحاول له string بنفسه bonip, run up! C++11 لتسمح لي انا عندي function اسمها Two string weigh two string and shape two string ستي هذه الرقم هي بتحول الرقم به elevat وبعدين ممكن اكي هنا واعمل type costing كده controller كنده ويكون type string وساعتها هيصح ه propose بس الـ 2 Strings دخلت في C++11 لو انت مستخدم انا مثلاً مثلاً Visual Studio 2015 فايش تعرف استخدم لو انت نستخدم Visual Studio قديم 2010 2011 ولا حاجة ممكن ما تلاقيش دي شغالة بس لان انا نفوت سهل حاجة دي ده فايشت عندي كهة شغالة فكدا اعرف الـ Game وكمان عايز اعمل ايه؟ تعال نشوف احنا كنت بنعمل ايه في الجوفا احنا عايزين نعرف variable من نوع fly behavior صح؟ طيب في الجوفا انا جيت في الـ Protect الهنا وقلت عرفت مثلاً behavior وسميته myFlyBehaviour وبالك الجوفا بتستخدم references by default في الـ C++ لو انا عملت حاجة كده هو بيعرف object انا مش عايز object او انا بفضل استخدم pointers في اغلب الاحوال لان الـ pointers بتستهلك ممري اقل انا بخزن الـ Address بدل ما بخزن الـ Actual Class يعني الـ Actual Instance فانا عادة في الـ C++ هستخدم pointers بدل ما استخدم من غير pointers يعني ماشي؟ فانا بعرف تمام ومش عارف ده ايه وبالتالي انا لازم اقوله ده ايه؟ في الـ C++ خبالك ان انا في الـ C++ حتى لو عرفت الـ Class ده او الانترفيز ده او اي ان كان ده تحت هنا مش هيفهمه برضو لو انا عرفت الـ FlyBehaviour هنا عملت مثلاً ClassFlyBehaviour زي ما هعمل كمان شوية كده برضو هو هيتدايق مش هيكون عارف ايه ده لازم اديله فوق اقوله ان ان ده هيتعرف بعدين يعني حتى لو مدايقش حتى لو الراجل ده مش مدايق في الـ IDE نفسه يعني بس برضو لازم هنا اقوله ClassFlyBehaviour كده اعرف ان انا هعرفه بعدين كاني باقوله ايه بديله هنت او بقوله طم ان الكلام ده هيتعرف بعدين هتشوفه كبوينتر هنا ومش تعرف ايه ده بس لو كملت قرية باقيه الفايل هتعرف ايه ايه ده ماشي فانا بس بديله هنت في الاول كده يعني المهم ده كده ClassFlyBehaviour هنرجع له بعدين اتأكد بس ان انا مش عايز حاجة ثانية الحقيقة انا عايز بالتالي الاحسن ان انا اخلي الكلاس دي كلها فوق علشان بس بتقرب الترتيب فلازم احطها له اه احط الكلاس دي فوق البطة لو انا ناوي استخدمها في البطة فتبالك لو مجرد البوينتر مش هيتدايق قوي اشتر انا ماندلوقتي انا بقيتش مجرد البوينتر انا بقيت كمان با 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 انسانشيات حاجة فهو لو مش لاقي ده اه ام فوق قبل البطة او يعني انكلودد قبل البطة بشكل ما هي هيزعل مني يعني فانا بعرف ClassFlyBehaviour ده اه فوق طيب جوه الكلاس ده انا عايز اعرفه كانترفيس صح يعني في الجواب انا قد تعامل ClassBehaviour ده كانترفيس C++ مافيهاش انترفيس بالشكل ده اصلا مش بديفين انترفيس زي ما الجوابا بديفين انترفيس لو انت عايز تموديل انترفيس بC++ بتعمل abstract class وخلاص فالabstract class سواء في الجوابا او في C++ هو class ما تقدرش تعمل منه بس في الحالتين برضو ينفع يكون فيها شوية implemented codes لو عايز يعني ممكن ت implement فالabstract classes سواء في جوابا او في C++ سواء في فاش انترفيس خلاص عشان خلي ده abstract class محتاج اعرف virtual function تعال اقول function اسمها fly دي حترن حاجة صح فانا عايز string طبعا لازم احط برضو public فانا لازم اقوله هنا لو انا عايز استخدمها بعدين فاقوله public string fly لو انا عايز اأكد ان ده abstract class حكي بال function fly دي انه هي virtual function virtual string virtual fly وانه هي بتساوي zero ده كده virtual function او abstract function في C++ اول ما يشوف ده بيعمل حاجتين اول حاجة ترى ما انا احاط equals zero كده فده بيكبر اي subclass ينهرت من ان ال fly behavior انه هو لازم implement ال function دي مش مزاجه وبينها لو ما احطتش ده ساعتها مش لازم implementها ساعتها ممكن استخدم default function هنا لو انا عايز اعمل default fly behavior فممكن اعمل هنا على طول بس انا مش عايز كده انا عايز ا implement ال function دي بشكل مختلف في كل subclass فاقوله يساوي zero ثاني حاجة بيعملها النوع اول نشوف اللي ساوي زير ده بيعرف نوع abstract class خلاص ده كده ده كده الطريقة اللي بقول ان وبالتالي مش هينفع اعمل اي instance من تمام الحقيقة في class مبطع ارجع ثاني class مبطع الحقيقة انسيت اعمل functions التانية فمحتاج اقول له هنا مثلا void او string swim e function اسمها swim ودي مش abstract function حاجة هنا هقول له return i am swimming نشي فالكده دي الفنكشن اسمها swim عندي function abstract اللي كان اسمها ايه اللي كان اسمها display انا كتبها display كل حاجة بشكل مختلف فممكن اعمل string display بس d abstract فانا عايز هتكون virtual صح ف string virtual display equals zero انا عايز كل تنفذ او تاورايد الفنكشن دي بس دلوقتي ما بقيت شعرة فاعمل innocent من كلاس بطا يعني فاش اقول بطا x equals new بطا لان خلاص بقى abstract class اعايز بقى كده عمل كمان الفنكشن طبعا دي ممكن اخليها protected تنفذه بطا لان اترامش هستطيعها من بره ممكن اخليها protected لا انا عايز مش لازم برضه بس ممكن اخليها protected اا كده ماشي بعد كده طب خليها بقى خلاص طيب ادي كده ممكن اعرف كبان الفنكشن اللي هي البرفورم فالبرفورم مش بترجع حاجة فاقول void perform جوه البرفورم حسي اوت كزا حاجة حسي اوت hi i am وبعدين اقول له this dot name وبعدين end line بعد كده اقول this dot swim كده بس احتاجه بعضها swim دي بترجع string فاقول له see out this dot swim بعد كده end line كمان اعيز اعمل ايه؟ اعيز اطبع حاجة تانية ممكن اه see out this dot display اللي هي الابستركت فانكشن فانفيش مشكلة بعدين end line وكمان اعيز a see out لا حاجة لسه لسه عاملها كمان شوية اللي هي this dot my fly behavior اللي هو أصن pointer dot fly ماشي؟ ده برضا اللي عايز اعملها وبعد كده اقول له ايه end line وممكن اجي هنا بس قبل perform اقول له see out شوية نجوم كده علشان نفرق ما بين multiple calls of perform يعني حلو فانكده عملت الفانكشن بتاعتي مش هعرف اعرف انستنس من البطات انا كده مش عايز طيب بعد كده عرفت ال fly behavior عايز بقى اعرف الحاجات اللي بتانهيرت fly behavior فانا عندي class تاني انا ما عنديش ايه حاجة انا غير classes ما عنديش interfaces اقول class وانا كده اعيز class اصلا مش عايز interface حتى في الجوغة fly with wings وقوله ان ذا عام بي انهيرت fly behavior نشير فلاحظة كده behavior بالشكل ده حلو ام هنا محتاجة override function اللي اسماها fly وإلا هيدايق ويجب اعرفها برضو في public section انا ما عنديش ال public section برضو هيدايق ففي public هنا هقوله ايه هقوله fly او string fly string fly واجه هنا اقولي عام see out ولا return لانا عايزة return صح فها return return مش see out return I am flying flying with wings wings حل حل فدي كده الاول واحد عايز برضو اعمل class تاني اللي هو fly no fly فعمل class fly اللي capital fly no fly برضو بم بإنهرت من fly behavior وطرام بإنهرت من ده والاستركت فانكشن موجودة لازم امبليمنت ال fly method فstring fly هنا كده هو ما قيله ايه return I can't fly ووش حزين طيب الوقت يم يتدايق اللي هو بياخد وقته بياخد وقته خلال I can't fly فهكده عملت ال الاتنين دول طب دلوقتي انا جيت هنا مرفوض يكون رجل ده مطل يتدايق خلاص بقاش متدايق هنا هو بقى خلاص عارف هو يعمل ايه بالزبط وهنا كمان بقاش متدايق ان الفانكشن بقيت موجودة طيب حلو جدا فكده عرفت ايه عرفت ال behavior بتاعي strategy better بعد كده عايز اعمل classes اللي بت بتانهيرت من بطة تمام فانا محتاجة اعرف اعمل class مثلا class اللي كان كاسمائي كانت المحبطة عاطفيا فبطة محبطة class محبطة بتانهيرت من public بطة حلو المحبطة عاطفيا by default ما فياش اي مشاكل فاشترح بس انا عايز اضف لها لازم اعمل function display انا مضطر اعمل function display لان هي ام طبعا دي كده بترجع string لان هي function abstract لازم تتنفذ فstring display واجه انا اقوله يا عام ايه see out i am محبطة فانا كده بت display نفسي مش see out انا عايز اريترن انا عايز اريترن هي بترجع string return i am محبطة طيب بعد كده لو فاقين الفانكشن دي كان المحبطة كان فيها برضو function تانية اللي هي ايه اللي هي got shot فانا ممكن ايجي انا اقوله string ولا ايه لا void void got shot كده وبس كلها هتعمل got shot انها هتخلي this dot my fly behavior equals new fly no fly طيب وبالا كيفي حاجة انسيتها برضو see plus بس فيها شوية مشاكل ان انا دلوقتي جوه con structure عملت new فانا عرفت حاجة محتاجة ايه عامل destructor للبط عشان بس ما يبقاش في اي memory leakage يعني فانا مش عايز لي صاحة لسي مش عايزها فانا اجي هنا هعمل destructor بتاعي destructor بط بط وهنا بس اقوم ايه delete my fly behavior عشان ما يبقاش فيه memory leakage يعني نحن انا كده اعمل كل حاجة ما يحتاج ايه ثاني تعالي ناجع على تحت المحبطة بتعمل كده اظن انا كده خلاصت المحبطة عايز اعمل كمان class للعبة برضو بيانهرت من البطة وهنا الفرق ان انا في الكنستركتور بتاعي محتاج كونستركتور اولا لعبة كده وفي الكنستركتور ده محتاج اخليت اول حاجة محتاج اديليت انا جوه الكنستركتور بتاع الراجل الاصلي بتاع البطة كنت عرفت خلاص لايه كنت عملت نيو صح يعني كنت عملت نيو اوبجيكت انا اللي هو نيو فلاي فممكن اديليتو الاول هيدا نزل عكا شويه ممكن اديليت myFlyBehaviour وهكت اقول myFlyBehaviour myFlyBehaviour equals newFlyNoFly الكلام مش بثير و اظن بس كاناش عايز حاجة تانية هل عايز فانكشن تانية انا مازتنش محتاج احط ده جوه ال public section عشان ايضايقش مني طيب انا مش تؤكد انا كده كل حاجة انا عايزة هلأ بس تعا نجرب كده تعا نعمل الفنكشن مين بتاعتنا اه فهجي هنا هعمل void main او int main وجوه المين محتاجة اعرف بقى الحاجات بتاعتي فهقول اول حاجة بطة بي واحد ايكولز نيو لو عملات نيو بطة هيدا ايه لازم اعمل نيو مثلا لعبة ناشي وبعد كده اقوم اصي اوت او مش سي اوت انا عايز اقول بي واحد دوت ايه دوت اه برفورم صح اخد فيه برفورم فنكشن اولوقتي متدايق انت متدايق ليه باش مانديس فانشوف كده كلاس لعبة object of abstract class لعبة is not allowed اه المشكلة بقى في ايه بالظبط كده اللعبة هنا بيقول لك pure virtual function has no overrider الفكرة ان انت دلوقتي لو انت انا راتي في الدك نفسها معرف ال function display انها virtual وينسيت اعمل لها implementation في الكلاس لعبة فلما ده بيحصل هو مش هيددايق من حاجة بس هيضطر يعرف اللعبة كمان ان هي abstract فبالتانا بقيت باقول له new لعبة هو شايف اللعبة دي abstract class عشان انا ما عملتش implementation لل pure virtual function تمام؟ خد بالك كلمة pure virtual function بتحصل لما احط equals zero ممكن ما احطش equal zero وتبقى virtual function عادية وساعتها مش لازم ده كله يحصل واحاول برض لو حد مش فاكر كلام ده انا برضو مش باش احسي بس بس لو حد مش فاكر يحاول يشوف ايه الفرق ما بين ان انا اعمل function كده واعرفها ان هي virtual وما بين ان انا اعمل function كده برضو واعرفهاش ان هي virtual حتى لو مش pure يعقص لو انا عني function عادية كده ولها implementation ماشي؟ فال virtual ده مفيد في overriding بشكل ما ماشي؟ بس انا عايزك تدور ايه الفرق لو انت احطت virtual كده وبين انك شلتها؟ خبالك انت ممكن تعمل كده بس وبردو تoverride display function في في الكلاسز اللي بعد كده او في الكلاسز اللي children بتوعك يعني بس بتفرق ال behavior بتاعك لحطت virtual او ما خطتش فنعاجل تدور كده او تفتكر تاني ده فم بيحصل ايه الفرق بينهم يعني لان ده مش مش موضوعي هنا كواحد بيشرحن زين buttons المهم محتاجي هنا اعرف او redefine او implement يعني display function وهنا حال see out ولا مش see out لقى return return i am لعبة i am لعبة مفروض كده ال error اللي تحت ما يدهيش انا غير انا رجح حيفوق صح فانا لسه ال virtual مزبوطة ام تعاني نرجع كده فوق كما يدهيش تريم يدهي لسه او عشان اعمل new اصلا فوق ديكم pointer عشان اعمل new بكده مدهي خلاص الحمدلله تعاني اعرف بطة تانية بطة pointer برضو وبعد كده اقوله ايه بطة اسمها ايه؟ اسمها محبطة كده ماشي وبعد كده اقول له بطة المحبطة ممكن يحصل لها ايه got shot بس هيحصل نفس المشكلة اللي حصلت معي في الجافا ان ال got shot دي متعرفة جوه المحبطة مش جوه والبيتو من البيتو ونحتاج اعمل typecasting فنحتاج اجيه هنا كده ونعمل محبطة كده بتايب كاست ال pointer لنوع محبطة ساعتها مش هيددهي المفروض وهو انسان بيرفهم وبعد كده هو انسان بيرفهم هكده هقوم alb2.pair4 تعال كده نجرب ايه اللي هيحصل لو تشتغل صحيه احنا خلصنا لو ترا في اي error انا محتاجين نشوف ايه الدانية ايه المشكلة اللي حصل هو تمام هو فتح وقفل عشان انا ما عملتش system pause فممكن اعمل system pause معلش system pause فكان جرب من الاول تانين طبعلي ايه تاعة نشوف اللي طبعه لي هنا نشوف كده من فوق خالص انا مش كده بتاع مش ظهرة كلها غالبا محتاج اجيه هنا واشوف البتاع ماشي اهو اول حاجة ايام بطة zero ايام لعبة و اي كانت فلاي ده شي جميل بقى كده ايام بطة واحد ايام مخبطة ايام مخبطة ايام flying with wings بقى كده بعد ال good shot ايام بطة واحد تاني زي ما انا ايام مخبطة ايام مخبطة اي كانت فلاي فانا برضو اعرف تغير ال flying behavior في run time زي ما عملت قبل كده في الجابا وبالتالي احنا فعلا عملنا كويس لل strategy pattern باستخدام C++ غمي